السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير هعمل لكم النهار ده بقى كيكة البرتقان الخطيرة ومش كيكة برتقان عادية لا ده احنا هنضيف فيها مكون هيخليها تحفة هشة جدا واسفنجية جدا جدا وكمان لونها والمسام بتاعتها اكيد انتوا شايفينها زي ما انا شايفها كده وفيها حاجة غريبة قوي بجد كيكة تحفة عايز اقول لكم بقى فيه مكون هنضيفه فيها خرافة هيغير طعم الكيكة اللي متعودين عليه هنستخدم 3 بضات كباية سكر كباية لربع من الزيت ونص كباية من النشا وهو ده المكون الجديد اللي هنضيفه معانا في الكيكة هيفرق جامد في طعمه ومعانا كبايتين ونص من الدقيق وكيس كيك شيف او بيكم بودر ومعانا كباية عصير برطقان ومعانا بشر برطقان هي دي المكونات بتاعتها طبعا هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف وكمان هنستعمل الخلاط في الوصفة بتاعتنا عشان تبقى أسهل حاجة هنجيب الخلاط ونحط كباية عصير البرطقان وهنحط كباية إلا ربع من الزيت وهنضيف كباية من السكر طبعا كل العيارات بنعيرها بكباية واحدة بس وهنضيف 3 بضات كل المكونات كمان لازم تكون بحرارة المطبخ عشان تدينا نتيجة طحفة وهنحط كمان فانيليا معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا السيلة وهنحط معلقة خل معلقة واحدة من الخل معلقة كبيرة بتدي ارتفاع كده للكيكا وكمان بتعمل ايه في الكيكا بتخليها هشة جدا جدا زي نفس مال بيكينبودر بيعمل كأنها محسن طبيعيا وهنحط بشر البرطقان وكمان هنضرب المكونات بتاعتنا في الخلاط اللي هي اللي احنا حطناها ليه عبارة عن كباية سكر كباية عصير برطقان كباية إلا ربع من الزيت و3 بضات وفانيليا ومعلقة خل وبشر البرطقان اللي احنا بشرناه معلقة كبيرة من بشر البرطقان دي كل المكونات السيلة بتاعتنا هنضربها كويس جدا في الخلاط لغاية ما نتأكد ان هي باقت ممتازة يعني الكيكا دي تتعامل فيه سواني فيه سواني ما خدتش مني وقته خالص زي ما انتم شايفين كله 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 كده في الخلاط فوق بعضه وبنجيب الطبق اللي فيه الدقيق بقى ونبتدي نضيف المكونات السيلة على المكونات الجفة ودي المكونات الجفة بتاعتنا اللي هي كبايتين ونص من الدقيق عليهم نص كباية نشا عليهم كيس كيكشف او بيكين بودر وهنقلب كل ده ونضيف المكونات السيلة اللي ضربناها في الخلاط دلوقتي وهنقلب الخليط ده كويس جدا نقلب 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 زي ما انتم شايفين لغاية مديق يتوغل كده ويختلط مع السوائل اللي احنا صبناها من الخلاط شايفين قوام الكيكا تحفى ازاي عايز اوليكم القوام الكيكا لازم يكون شكله ايه عشان يدينا نفس الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو قوام الكيكا بالشكل اللي انتم شايفينه ده لو اخف من كده ولقتيها سيلة شوية هتضفلها معلقتين دقيق ولو لقتيها تقيلة قوي هتضفلها معلقة من اعصير البرتقان وتقلبيها هتجيبي صانية مقاس 26 وهتحط فيها ورقة زبدة او هتمسحيها بالزيت وهتدخليها الفرن انا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني زي ما انتم شايفين طلعت معايا بالشكل الجميل ده شايفين شكلها طحفة ازاي لونها طحفة وريحتها خطيرة ريحت البرتقان كده طالع منها وهشة جدا جدا من جوه نص كوباية النشا عملت فيها مفعول رهيب بجد بجد طحفة جربوها تعجبكوا قوي وهتفرق جامد جامد في طعمها هتحسوا انه النشا بيعمل ايه بيخلي ما فيش مسامات واسعة قوي في الكيكا يعني احنا لما بنعمل الكيكا ونضربها كويس بتلاقوا فيها اخرام كده واسعة ومسامات واسعة النشا مش بيعمل كده بصوا قطعة الكيك طالع عاملة ازاي بصوا طحفة طحفة بجد جميلة جدا جدا وكانت نتيجتها رهيبة حتى تطلع لكم القطعة التانية هي لسه طبعا دافية صانية الكيك لسه دافية بس انا مستعجلة وريها لكم بصوا ارتفاع الكيكا عامل ازاي هشة جدا بصوا عاملة ازاي طحفة بجد بجد بتمنى تجربوها الوصفة دي هتعجبكم اوي 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 وصفة سريعة كده على السريع لازم ما ينفعش يعدي شتا من غير ما نعمل كيكة البرتقان ولو عجبتكم الوصفة بقى الجميلة دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته